جد حل X لدينا القيمة المطلقة لـ 2X-5 يساوي 11 الآن قوة البصيرة التي تحتاجها عندما يكون لديك معادلة كهذه هي فقط أن تتذكر أنه إذا كانت لدي القيمة المطلقة لـ A تساوي 11 ربما تكون 11، هذا يعني أن A تساوي 11 أو ماذا يمكن أن تكون A؟ يمكن أن تكون سالب 11 حسناً A يمكن أن تكون سالب 11 لأنه يوجد إمكانيتان لـ A على نفس البعد من الصفر فقد تكون موجب 11 أو يمكن أن تكون سالب 11 هذا هو بالضبط نفس المنطق الذي نطبقه على معادلة كهذه إذا كانت القيمة المطلقة لـ 2X-5 يساوي 11 هذا يعني أن قيمة المعادلة داخل إشارة القيمة المطلقة إما تساوي 11 أو أن قيمة المعادلة داخل إشارة القيمة المطلقة تساوي سالب 11 لأنه إذا كانت هذه تساوي 11 فإن القيمة المطلقة لـ 11 هي 11 أما إذا كانت هذا يساوي سالب 11 فطبقى النتيجة أيضاً تساوي 11 إذا 2X-5 يمكن أن تساوي 11 أو أن 2X-5 يمكن أن تساوي سالب 11 صحيح لأنه في كل الحالتين نأخذ قيمتها المطلقة ونحصل على 11 الآن دعونا نحل كل من هاتين المعادلتين فهنا يمكننا أن نضيف 5 لكل الطرفين يمكننا أن نضيف 5 لكل طرفين هذه المعادلة نحصل على 5 زائد 11 تساوي 16 و2X-5 زائد 5 يساوي 2X 2X يساوي 16 نقسم الطرفين على 2 فنحصل على X تساوي 8 الآن دعونا نحل هذه الحالة 2X-5 يساوي سالب 11 لنضيف 5 لكل طرفين هذه المعادلة الطرف الأيسر نحصل فقط على 2X الخمسة تلغي بعضها إذا 2X يساوي سالب 5 زائد 11 ويساوي سالب 6 الآن يمكن أن نقسم الطرفين على 2 نقسم الطرفين على 2 ونحصل على X تساوي سالب 3 بالتالي نحن حصلنا على حلين اعتمادا على أنه إذا كان هذا الشيء هنا يساوي 11 أو سالب 11 حيث X يمكن أن تساوي 8 وفي هذه الحالة 2X-5 يساوي 11 أو لدينا X تساوي سالب 3 وفي هذه الحالة 2X-5 يساوي سالب 11 دعونا نتحقق فإذا كانت X تساوي 8 دعونا نبين أنها تحقق هذه المعادلة فسوف نحصل على 2 ضرب 8 ناقص 5 القيمة المطلقة لـ 2 ضرب 8 ناقص 5 يجب أن تساوي 11 إذا 2 ضرب 8 يساوي 16 ناقص 5 يساوي 11 القيمة المطلقة لـ 11 يجب أن يساوي 11 ونعلم أن هذا صحيح الآن لنجرب عندما تكون X تساوي سالب 3 نحصل على أن القيمة المطلقة لـ 2 ضرب 3 ناقص 5 يجب أن يساوي 11 إذا ما هي قيمة 2 ضرب 3؟ حسناً 2 ضرب 3 يساوي سالب 6 ناقص 5 القيمة المطلقة لذلك يجب أن يساوي 11 حسناً سالب 6 ناقص 5 يساوي سالب 11 بالتالي القيمة المطلقة لسالب 11 يجب أن تساوي 11 وهو كذلك حيث القيمة المطلقة لسالب 11 تساوي 11 بالتالي نحصل على 11 إذا كلاهما صحيح